أجدد لكم التحية وهذه المتابعة والتغطية المستمرة للتخبات الرئاسة المصرية في يومها الأخير بداخل حيث يواصل المصريون أداء واجبهم الوطني والدستورية وينضم إلينا بلستوديو للتحليل والتعليق على هذا المشهد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ إسلام عفيفي برحب عليك أستاذ إسلام أهلا بحضرتك أستاذ أستاذ إسلام تأكيد تبعت المشهد على مدار أول يومين والنهاردة اليوم الثالث أهم الملاحظات اللي لاحظتها من خلال متابعتك لما جاء في اللجان الانتخابية والمؤتمرات الصحفية اللي عقادتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتأكيد كلنا تبعنا اليوم وأمس وأول أمس إقبال كسيف على اللجان الاقتراع حالة من الحجد والاستنفار الوطني من الناخبين المصريين اللي هم يعني من لهم حق التصويت 67 مليون ناخب مصري أعتقد أن من الساعة الأولى يعني كانت هناك صفوف أمام الجان الاقتراع ودي كانت أول مفاجأة صارة بالنسبة لهذا الاستحقاق الرئاسي قبل فتح سناديق الاقتراع كمان أنا شخصيا رحت أدلي بصوتي على الساعة 9 لقيت الطبور فما قدرت أدلي بصوتي في الساعة الأولى فالمصريين احتشدوا وكان عندهم حالة بقول من الاستنفار الوطني ورغبة يعني شديدة جدا في إيه يعني الإدلاق بالصوت والتعبير عن الرأي والحضور في هذا المشهد والمشاركة فيه بشكل غير مسبوك في تاريخ مصر السياسي وفي تاريخ الاستحقاقات المختلفة سواء كانت نيابية برلمانية أو رئاسية تعددية نحن نرى مشاهد كثيرة جديدة كلها إيجابية الحقيقة فكرة أني يعني حضور المصريين بهذا الشكل أعتقد أنه بعث رسائل كثيرة جدا لي مش بس داخل مصر لا للإقليم كله وللعالم ترجمة نانسي قنقر